السلام عليكم سؤال بجيء كتير ابني يفرق في الإملاء ازاي بين الـ C والـ K في أول كلمة طبعاً لما أقول له يكتبها بـ C ولا بالـ K لما أكتب له يكتبها بـ C ولا بالـ K لما أقول له يكتبها بـ C ولا بالـ K مبدئياً كده حرف الـ K ما بيحبش حاجة تيجي وراء غير حرف الـ I والـ E حرف الـ I والـ E أي حرف تاني بيها يكون الـ C يعني الـ C بيجي وراء الـ A, R, P أي حرف آيان كان لكن حرف الكاي بيجي وراء بس الآي والإي زي كلمة كايت زي كلمة كيب زي كلمة كينج سواء شورت أو لونج لكن حرف السي بيجي معها أي حرف تالي كات هيبقى حرف الإي وراها كات حرف اليو كوب حرف الأو كراي كلاي أي حرف تالي بس كده كل القواعد دي كل القواعد النطق موجودة فيه الكتاب الفونيكس هو أربع أجزاء أو أربع مستوات تمام وفي توصيل لكل الأماكن بإذناء السلام عليكم